تتواصل اللقاءات التي تعقدها اللجنة الفنية الوزارية المشتركة لدعم الإصلاح المؤسسي حيث التقت اليوم اللجنة بممثل الجماعات النسوية والمتقاعدين المدنيين كان ذلك بحضور الوزير العام للحكومة المكلف بالإصلاح الدكتور عبدالله صابر رافضل ووزير العدل وحام الأختام البروفيسور أحمد محمد حسن وذلك بمقرأة الأمانة العامة للحكومة تقرير هارون أبا أدم في إطار سلسلة اللقاءات التمهيدية لإنعقاد المنتدى الوطني للإصلاح المؤسسي فقد التقت اللجنة الفنية الوزارية المشتركة للدعم التي يترأسها الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالإصلاح الدكتور عبدالله صابر فضل ونائبه وزير العدل حام الأختام المكلف بحقوق الإنسان البروفيسور أحمد محمد حسن بجمعيات المجتمع المدني النسوية وذلك للاستماع على الآراء والمقترحات التي يقدمنها حيث قدمت ممثلات الجمعيات المشاركة في الاجتماع خلاصة التقارير التي أعدت حول هذا الشأن والرد على الأسئلة التي وجهت اللجنة وكانت معظم الآراء ركزت على ضرورة تحريك الإجراءات الداعمة سواء تشريعية أو مؤسساتية والتي تضمن حقوق المرأة وكرمتها وأن النساء اقترحن حصر المؤسسات العليا للجمهورية تفاديا للنفقات الكبيرة التي تشكل عبعا للخزينة العامة للدولة وأيضا بسبب عدم تأثيرها الإيجابي للمصلحة العامة من نهية أخرى يعترف الجميع بدور المرأة في مجال التنمية إذ أنها الركيزة الأساسية لبناء قدرات الأجيال وصناعة مستقبلهم فلذا يجب إعطائهن الفرص لتفجير طاقاتهن في مجال المقاولة وريادة الأعمال وتطوير العالم الريفي وترسيخ روح المبادرة من أجل النهوض بالمجتمع الشي الأساسي لأننا نرجو من رئيس الجمهورية قتاع المرأة والشباب بصفة عامة طبعا قتاع المرأة الرئيس أدانه أهود 30% جات ومشت 30% ما يتطبق طبعا شريحة النساء أكثر من 58% وأننا بصفتنا كنساء واكفين صفا وصف كتفا وكتف مع رئيس الجمهورية نحن فرحانين الحكومة فكرت عشان ما تأمل شيء وتشارك كل الجمعيات المدنية المرأة الشادية يعني محزوزة ما نقول لك محزوزة كيف ليلة عندنا الرئيس الجمهورية السيد إدريس ديبي إتنو وأيضا حرم رئيس الجمهورية دائما وأبدا واكفين وراء المرأة الشادية وبصحرنا ليل نهار لتقدم المرأة الشادية وحاليا في المنتدى الجاي يعني نقطة المرأة ونقطة الشباب داخل فيها المتقاعدون المدنيون وجدوا حظهم من هذا اللقاء رفيع المستوى وذلك تأكيدا لدورهم الرائد في دعم المبادرات الإنمائية بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم كما شارك بعض ممثلي الجمعيات والأندية الثقافية لإبداء آرائهم بحيث أن الفن بمختلف أنواعه هو إنعكاس حقيقي لحضارات المجتمعات وموروثها الثقافي هذا المنتدى الوطني الذي سينظم قريبا ستعرض من خلال فعالياته كل العوائق والتحديات لضبط أبرز مكامل الخلل والخروج بآليات تعزز جهود الحكومة الرامية إلى عصرنة الإدارة العامة التي ينتظر منها أن تتماشى مع مبادئ الحكم الرشيد ترجمة نانسي قنقر